او بئة الارهاب والفساد وكورونا في كفة وجائحة الطائفية في الكفة الاخرى على ميزان العراق ومنذ اللحظة الاولى لتسنمه رئاسة الحكومة وفي اقل من مائة يوم فقط ومصطفى الكاظمي في نزالات مستمرة تارة ضد الارهاب وتارة اخرى ضد الفساد وثالثة ضد وباء كورونا ورابعة ضد مزدوجي الرواتب وخامسة وسادسة وعشر وكلها نزالات غاية في الاهمية الا ان اهمها النزال الكبير ضد الطائفية الظاهرة المتفشية والجائحة المتجذرة في المجتمع العراقي منذ سنين والتي انتجت مفاهيم ومصطلحات وقيم دخيلة على المجتمع العراقي عربي وكردي وتركوماني مسلم ومسيحي وإزيدي وصابئي سني وشيعي هي مفاهيم مشوهة تكونت في رحم العملية السياسية المشوهة وولدت متورمة فانفجرت قيحا انبت التناحر والبغضاء وقضى على تناسق المجتمع العراقي وانسجامه المتآلف منذ الاف السنين او كادت ذلك راح ضحيتها الملايين بين شهيد وقتيل وجريح ومفقود ومغيب ونازح ولاجئ ومهاجر هو نزال سريع وحاسم بدأت جولاته الاولى بصورة وصفها البعض بالرتيبة حتى تطورت المواجهة فلمس الجميع جدية النزال ومصيرية المواجهة جولات بدأت معالمها الاولى من حركة التأيينات في مناصب حساسة معيارها الوحيد الكفاءة والوطنية بعيدا عن اية معايير طائفية او محاصصاتية اخرى العراقيون ادرى بها ثم توسعت دائرة المواجهة لتنتقل الى ملف اوسع من خلال الزيارات الميدانية المتواصلة للكاظمي لجهات حكومية عدة ظلت ابوابها مصادة في وجه سابقيه خلال 17 عاما مبتكرا الحلول الحاسمة للكثير من عقدها الشائكة لينتقل النزال الى جولة تقليم مخالب الميليشيات المسلحة المارقة والخارجة عن سلطان الدولة وهيبتها ثم انتقل النزال الى جولة اوسع واشمل تجاوزت جغرافية العراق لاول مرة منذ العام 2003 تمثلت باعادة العلاقات الاستراتيجية للعراق مع محيطه الاقليمي والعالمي وفق مبدأ احترام سيادته وقراره بعيدا كل البعد عن منهج التباعية الذي جر العراق الى ويلاته القاتلة وبهذا يرى مراقبون ان الكاظمية قد نجح في اسقاط الطائفية بالضربة القاضية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة